يا شيخنا الكريم هذا السائل يقول لقد ذهبت لجدة لعمل ما وقد وصاني أحد بأن أخذ عمره ودخلت العمر الحرم ولم أعتمر فماذا في حقي؟ إذا كان وصاك أن تعتمر من جده هو منها الجده ووصاك أن تعتمر عنه فيلزمك الإحرام من جده لأنها هي ميقاتك في هذه الحالة إذا دخلت ولم تحرم الله من داخل الحرم يكون عليك فدية والعمرة صحيحة والحمد لله نعم